أربيل معنا عماد باجلان وعضو الحزب الديمقراطي سيد باجلان أهلا بك مرة أخرى كيف ينظر الحزب الديمقراطي إلى تظاهرات الطلبة في السليمانية نعلم بداية سيد معا تحية لك وليضيفك الكريم ولمشاهدين قناة الحر العراق المظاهرات حق شرعي كفله الدستور وكل دستور العالم المظاهرات السلمية والاحتجاجات هذا لا غبار عليه لا أحد يستطيع أن يرفض وهذا حق شرعي ولكن أن نتحول المظاهرات السلمية المطالبات والاحتجاجات التي هي حق ومن حق الطلبة أن يدعون بحقوقهم الشرعية هذا لا يعني أن نحول المظاهرات إلى شغب وحرق وعمال عنف واعتداء على رجال الأمن والشرطة الذين هم يحرصون ويحاولون تأمين المتظاهرين بدون أدنى شك نحن في حلب الديمقراطي الكريستاني نقف مع أبنائنا المتظاهرين ووقفة حقيقية ولذلك حكومة تقليم كردستان اجتمعت يوم أمس وقررت ولبت مطالب المتظاهرين ماذا عن العنف المفرط سيد باج الله وزارة التعليم العالي للمسخصصات ماذا عن العنف المفرط الذي استخدمه ضد المتظاهرين يعني منظمة العفو الدولية آمنستي لم تتحدث عن العنف الذي تتحدث عنه الآن أنه كانت هناك اعتداءات على قوات الأمن بل وثقت مقاطع مصورة وفيديوهات أعمليات اعتداء على المواطنين وعلى الطلبة بالضرب والتكسير يعني شفنا هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي سيد أستاذ أستاذ معا العنف والضرب المفرط ممنوع منع باطن من الجانبين كذلك أنا لست مع رجال الأمن الذين يتعدون على المتظاهرين على الإطلاق رجال الأمن ومكافحة الشغب واجبهم حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة التابعة للمؤسسات الدولة ولكن هناك أيضا فيديوهات لاحظنا ورأيناها الجميع المتظاهرين يعتدون على رجال الأمن اعتداء واضح واضح ورجال الأمن الموجودين لم يرف لهم جفن ولم يجيبوا المتظاهرين هذه أيضا يجب أن نذكرها على العموم الاعتداء من الجانبين مرفوض وإلا تركنا للشعوب التي ليست لديها حضارة ولا ثقافة هذه مكفولة في الدستور مشكلة مظاهرات سليمانية أستاذ معان هذه نقطة مهمة يجب أن يدركها كل العراقين والعالم لم يخرج المتظاهرين لسبب نقص الخدمات ولسبب نقص الدواء ولسبب تفشي الأمراض وكذلك انعدام الأمن والانفلات والخطف والسرقة المشكلة مالية تتعلق بمسألة الرواتب والمستحقات المالية هذه تتحملها بغداد 80% لأن السياسة النقدية والمالية بيد بغداد وإلا ما فرق أبن سليمانية عن ابن الأنبار أو ابن الناصرية أو الرمادي الذي يصرف له هذه المعونات الشهريا لماذا هنا لا يصرف؟ الحكومة الاتحادية والقدسطور لحظة سيد باجلان أشرت إلى نقطة مهمة هل تصرف مستحقات طلبة المحافظات الجنوبية؟ أردنا أن نتحدث هل هناك مساواة بين طلبة البصرة ذيقار الناصرية العمارة مثلا بغداد على سبيل المثال مع طلبة تقليم كردستان إذا أردنا أن نتحدث عن المستحقات؟ الكل يتحدث بوجهة صابع الاتهام إلى حكومة الأقليم وأنها هي المسؤولة وزارة التعليم وأنت أشرت في بداية الحديث أن وزارة التعليم في الأقليم هي من تتحمل مسؤولية المستحقات باختصار الحكومة خصصت مبالغ لوزارة التعليم لماذا؟ لأنه منذ 2014 قطعت عن إقليم كردستان ميزانية والأموال وحصتنا من الميزانية الآن نحن في حكومة السيد الكاظمي لحد الآن لم تصل أي ميزانية لإقليم كردستان سوى السلفة التي تبعث شهريا 200 مليار ميزانية الطلبة التي هي هذه الأموال البسيطة شهريا تكلف 35 مليار دينار أستاذ معا هذه ميزانية